والآن أصدقائنا لفقرتنا طبية وحديثنا اليوم عن فرط نشاط الغدد الدرقية والتي تعد فعليا من أبرز المشاكل شيوعا بين النساء إذن سنتحدث حول أسباب فرط نشاط الغدد الدرقية وطرق العلاج بالتأكيد موضوع نقاشنا مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور اختصاصي الداخلية الدكتور علي كمال الدين أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا مساء الخيرات أهلا من يساعد نهارك بداية دكتور كمال لو تحكي لنا عن ما هي زيادة فرط نشاط الغدد الدرقية الغدد الدرقية أولا هي توضع في مقدمة قاعدة العنق عند الإنسان وهي على شكل فراشي تحيط بما يسمى تفاحة آدم أو الحنجرة نعم وفرط نشاط الغدد يعني زيادة إفراز هذه الغدد من هرمون التيروكسين تي فور و تي سري يعني عن الحد الطبيعي المتعارف عليه طيب خلينا نحكي شو الأسباب اللي بتأدي لهذه المشكلة فرط نشاط الغدد الدرقية فرط نشاط الغدد غالبا مرتبط بأمراض المناعة الزاتية بتصير في مناعة داخلية بالجسم بتهاجم هذه الغدد فتصير زيادة نشاط الغدد تبدأ تفرز زيادة فتفرز هذه الهرمونات الزيادة مما يؤثر على استقلاب الجسم عند الإنسان في أسباب أخرى في داع كريفس كمان هو مرض مناعي في داع بيلمر كمان تشكل حواصلات ضمن الغدد الدرقية تكون هذه الحواصلات أو العقد تكون ناشطة ناشطة وتفرز الكثير من هرمون التيروكسين T4 و T3 فهذه من الأسباب وفي أسباب أخرى أسباب التهابية إما منشأ التهابي أو منشأ فيروسي بكتيريا أو فيروس فهن محصورين بثلاث أسباب بس غالبا هي فرط النشاط مرتبط بأمراض المناعة الزاتية دكتور في ممكن عوامل تزيد منها الإصابة بفرط نشاط الغدد الدرقية على سبيل المثال السلوكيات غذائية معينة تدخين على سبيل المثال ولا لا؟ ما العلاق ما فيه ارتباط فيه ارتباط أنه الشخص بيكون عم يتلقى يود زيادة بس أما ارتباط لا بالتدخين يعني فيه أمراض أخرى ترتبط بنقص النشاط نعم في اختلف نحن موضوعنا اليوم كله فرط نشاط نعم طيب يعني كما لاحظنا هي كلياتها أسباب داخلية ربما تكون غير ملاحظة بالنسبة للإنسان فكيف ممكن الإنسان يعرف أنه فيه عنده فرط نشاط الغدد الدرقية شو هي الأعراض والمؤشرات الأولية لذلك؟ المؤشرات الأولية بيبدأ الشخص بيكون طبيعي أكله متوازن مع تدل بيأكل كويس بيلاقي وزنه بلا شي نقاص يعني نقص في الوزن نقص واضح يعني وصريح في الوزن يتحسس من الحرارة بيهرب من الجو الحار يعني بيحس حاله والناس الطبيعيين وهو مشوب أحيانا بداء كريفس بيحسس يحوز في العينين يعني تلاقي العين طال على برة يعني خفقان تسرع في القلب اضطراب نظم توتر ستريس قلق ريسليسنس يعني الشخص ما نمرتاح يعني بيكون يعني بالإضافة إلى جفاف الجلد تقصف الشعر فيه أعراض كتير يعني بس الأعراض المهمة هي خسارة الوزن جحوظ العيون تحسس من الحرارة نعم بيراجع الطبيب نعمل هاي الأعراض بتظهر بشكل تدريجي ولا ممكن فجأة ممكن الشخص ما يكون في عنده شي وفجأة تظهر عليه هذه الأعراض ممكن بالبداية يعني فرط النشاط يكون بسيط يعني فالإنسان بيحس حاله نشيط يحس حاله ومزاجه ومرتفع كذا بس لما يبتدى الهرمون يرتفع كتير فتبدأ شوي شوي تظهر الأعراض وفيه ما يسمى بالعاصفة الضرقية لما بيرتفع كتير الهرمون يعني في الجسم فبيساوي اضطرابات حادة يعني جدا للشخص يعني طيب دكتور ممكن يكون هو علامة أو عرض لمرض آخر أو هو مرض بحد ذاته يأ هو مرض لحد ذاته لحد ذاته وغالب العقد أو الالتهابات أو كذا بتكون هي حميدة ونادرا ما تكون خبيسة أو تنشؤ ورمي هي فرط نشاط منشأ مناعي ذاتي بزيد عدد الخلايا بزيد عدد نسبة الهرمونات في الجسم طيب أعراض فرط نشاط الغد الدرقية هل ممكن يختلف ما بين رجل وامرأة يكون تأثيره مثلا أو مضاعفاته على جنس معين يختلف عن الجنس الآخر يعني بتنتشر أكثر بتلاقي فرط نشاط الغد الدرق عند النساء أكثر من الرجال يعني بتنصح المرأة أنه لما توصل سنة الأربعين يفضل أنها تبدأ تفحص موضوع الغد الدرقية يعني هو لازم الشخص يعني تحت الستين يعني يعمل كل ستة شهر مو غلط يعمل تي اس اتش تي فور يعني يعملهم بشكل روتيني يعني شيك أب يعني يعمل إضافة لمجموعة التحالي الأخرى يعني نعم طيب دكتور ما مضاعفات فرط نشاط الغد الدرقية أو مدخ أطورته خطير هو لأنه بلخبط الجسم كله بلخبط الكيميا بلخبط الاستقلاب بيفقد الإنسان وزنه بيتجحظ عيونه بيصير عنده التعابات بالملتحمة بيصير تسرع في ضربات القلب بيصير اضطراب في النظم بيحوتنا بمشاكل أخرى بالإضافة لأنه يعني جلد يفقد بريقه بيصير جلد جاف يعني هو ما هم مرض يعني خطير يعني مميت بس العاصفة الدرقية أحيانا العراض الحادة بتحدث هجمة قوية يعني عند الشخص يعني نعم طيب لو تخبرنا الدكتور عن بعض النصائح الوقائية الموجدات لحتى الإنسان ما يصاب بفرط نشاط الغد الدرقية نصائح أنه الوقاية أنه يعني يعمل تحليل كل فترة يعني طيب كعلاج الآن العلاج منظومة العلاج فيه ثلاث خطوط للعلاج الغد الدرقية عنا العلاج المحافظ بالدواء بنعطيه دواء مضاد لإنتاج الهرمون يعني مادة ميتاميسول تابازول يعني بنعطيه لفترة يعني إذا كان المريض تجاوب تجاوب ما تجاوب ننتقل للخطوة الثانية اللي هي بيكون المريض فوق الخمسين أو دخل بالستين العلاج باليود المشع إما كابسولات أو سائل عن طريق الفم فهذه الكابسولات دخل مادة يود المشع واليود تلطقته الغد الدرقية في الجسم وهذا اليود المشع يقتل الخلايا الدرق تالي بيصبتها يعني بيتلفها يعني بيتلف خلايا الدرق وإذا صار نقص بالهرمون بنعوضه بطريق طريق تاني فموي يعني دوائي في خط ثالث للعلاج إذا فشلت كل الخطط هي خيار ثالث أنه نستأصل الغد الدرقية إما كاملي أو شبه كامل ونعوض الهرمون دوائيا عن طريق الفم نعم طيب دكتور في حال إذا أصيبت الحاملة بفرط نشاط الغد الدرقية هل ممكن أنه تاخد هذا العلاج ولا في ضرر على الجنين والله بالنسبة للعلاج هذا خاصة الميتاميزول مداد السطباب اليود المشع مداد السطباب العمل الجراحي مداد السطباب فإذا كانت هي تتهيأ للحامل مفروض أنها تعمل شك أب للغدة قبل ما تدخل بتذكر من مدي أجتني مريضة كان في استشارة بيني وبين طبيبتي النسائية فكان في فرط نشاط ما أحسنا نعطيها شيء يعني اللي أعطيناها يعني بتا بلا كارز يعني مش هني خفف دقات القلب يعني فالميتاميزول تبازول مداد السطباب في الحلال نعم طيب كنصائح غذائية هل ممكن تقدم لأي شخص يعاني من فرط نشاط الغد الدرقية هل الأغذية بشكل أو بآخر إلها علاقة في الموضوع ألا لا الانسان مطلوب منه يعني يأخذ من الطبيعة يعني يأكل الخضروات الفاكهة يتزود بالماء يشرب الماء كثيرا يعني هاي كلها عوامل تحصل المناعة في الجسم أما النصائح خاصة في الدرق ننصح بالدرق أنه وقت ندخل بالعلاج لما بنعالج باليود أنه قبل العلاج بأسبوعين ما نعطي ما يتناول يود أو ملح ميود الإنسان وبعد العلاج في فترة كمان ما يأخذ هذا اليود يعني طيب دكتور أديش الفترة اللي بيأخذ المريض فيها العلاج يعني لحتى يرجع مرة ثانية ويعاود يعني التحليل حلا بيعود فترة معينة شهر شهرين ثلاثة شهر ونعمل كنترول يعني بس ممكن يتعالج بشكل نهائي أحياناً بتهجع لحالة لابد من المراجعة بتهجع لحالة من مدة كمان اجتني مريضة كان عندها بمرحلة معينة فرط نشاط كان في التهاب الظاهر بالغدة وعملنا لها ضمن التشخيص ألترا ساوند للدرق يعني كمان ولقينا فيها عقاد يعني وأصروا أني يحط لهم علاج أنا رفضت لهم عيدوا التحليل مرة ثانية عادنا التحليل لقينا القيم طبيعية لنا لهم الحمد لله فترة التهاب وعدت وهلأ رجع الميزان طبيعي بس هذا لا يمنع أنه كل ثلاثة شهر ستة شهر عيدوا التحليل مشان نعمل كنترول يعني يعني الدكتور علي كمال الدين اختصاص الطب الداخلي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والنصائح شكرا لكم